وصلني كذا شخص عم بيطلب انه ينحكى باذا الفيدرالية بلبنان هي الحال ولا لا طبعا هيدا اذا واحد بيراجع التاريخ اللبناني منه حديث جديد واذا واحد بيراجع قليلة السنة الاخيرة من الازمة اللبنانية المفتوحة كمان منه من الاقتراحات المطروحة اما المواضيع المطروحة للنقاش على كذا سعيد اولا واحد لازم يوضح شغلة انه الفيدرالية هي نظام حكم يعني لانه شر ولانه خير لانه محل الخياني ولانه محل البطولة الفيدرالية هو نظام للحكم هالقط بسيطة لانه كمان في بعض الاطراف كتير بيادسوا الفيدرالية انه هي الحل ولكن بالمقابل في كتير ناس بيشيطنوها وبصيروا يخون من يطلق هالنوع من الشعارات قبل ما واحد يحكم اذا الفيدرالية هي حل شو هي الفيدرالية الفيدرالية هو نظام حكم بقصم السلطات بالبلد سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية على طبقتين الطبقة الوطنية مثل الدولة المركزية اللي منعرفها عنها بالبلد اللي هي تصدر القوانين عند مجلس نواب تنفذ القوانين عند حكومة وعند سلطة قضائية وصلاحيات الحكم مركزة بهذا الجهاز مش نحكي عن مركزية الدولة دولة مركزية وهالمركز هو الصلاحيات كلها والوظائف كلها عنده الفيدرالية بتقسم هذه الصلاحيات وبتقسم ايضا هالوظائف على طبقتين بيصير في طبقة الوطنية في عندها بعض هالصلاحيات اللي حكينا عنها تتشاركها اما بتاخد منها بعض الصلاحيات طبقة ما دون الطبقة الوطنية بتتقسم ولايات مناطقية كل منطقة بيكون الى حكومتها والى مجلسها والى قضاء المحلي وبيكون في صلاحيات موزعة بشكل عام الفيدرالية نظام حكم يحتاج لدولة مركزية قوية لانه الصلاحيات اللي بياخدوها الولايات ما بيجعلوا منهم موازي للدولة يعني ما عندهم صلاحيات موازية عندهم صلاحيات يتشاركوها ولكن الحسم باغلبها بكون عند الدولة المركزية الا بما اتفق عليه بالقانون التأسيسي للفيدرالية للنظام الفيدرالي انه هيدا من صلاحية الولايات الدولة ما لا حق تدخل فيه مش انها كلمة فيدرالية مشتقة من كلمة لاتينية تعني العقد هو عقد بين الولايات والدولة لتوزيع الصلاحيات من بعض وكثيرا ما يتشاركون الصلاحيات يعني فيها الدولة المركزية تحط ضرائب وفيها سلطة الولايات تحط ضرائب اخرى التكليف الضريبي واحدة من الصلاحيات اللي غالبا ما تكون متشاركة هلأ وين المنيح به هالنظام قبل ما نحكي عن العاطل المنيح به هالنظام انه خاصة للدول لأحجامها وتنوعها الديموغرافي بيشيلوا من الأعباء وبيشيلوا من المشهد السياسي كتير من الخلافات اللي ما بتضيف شي على الصعيد الوطني ولكن مهمة على الصعيد المحلي بيشيلوا من النقاش العام بيفضوها بيفشوها بتنظيم محلي يستجيب لكتير من هواجس هويات بين مزدوجين المواطنين اما بشكل اهم بالدول ايضا اللي حجمة كبير كتير بيساعد على توزيع الوظائف تما يكون في دولة مركزية مثقلة بالمهمات كتير بيصيروا تقال عكتاف المهمات اللي بتعاونهم لكل هالاقاليم وبتخلق عيون عين محلية تقدر تستجيب لشؤون المواطنين بطريقة اقرب بطريقة يعني ما فيها بيروقراطية قد ما يكون في دولة مركزية العاطل بالدول الفيدرالية انه الصراع بالصلاحيات بيناتهم اذا ما كان في موازين قوى خلصت انتهت واستقرت بشكل النظام ما في بعض صراع مفتوح مين اقوى من مين ومين بيقدر يمنع مين عن الحكم اذا ما صار هيدا النظام المستقر بيصير خطر بانه بيصير فيه امكانية للولايات المحلية السلطات المحلية انه يكون عندها بناء اداري مستقل بناء مالي مستقل بناء تنظيم قانوني مستقل حاضر انه يواجه انه يرفض قرارات الدولة المركزية من هون ضروري تكون في دولة مركزية قوية لتظبط الفيدرالية تكون مستقرة لانه اخر شي في حدا بده يحصم الخلاف خاصة اذا صارت لها طابع وطني بده حدا يحصم اذا ما كان في جهة تحصم بيصير مهددة هل الفيدرالية في لبنان هي الحال اولا بالفيدراليات بشكل عام حكينا عن الصلاحيات وين بيتشاركوها مع الولايات وين الولايات بياخدوها القوانين المحلية هن بيحط قوانين المحليا مع الالتزام بالقوانين الوطنية اذا فيه اي صراع ايا خلاف ولكن فيه امور بتخرج عن سلطة الولايات المحلية وبتبقى موحدة تبقى عند الدولة الوطنية الدولة المركزية نهاية الفيدرالية اللي يعني ثلاثة اضايا اساسية اولا الجيش والسياسة الخارجية والسياسة الدفاعية اللي احنا هو شغلتان مش شغلتان عندنا القوة الدفاعية الجيش عندنا السياسة الخارجية لانه ما فيك الولاية تفتح علاقات خارجية ولا فيك الولاية تعمل قوات مسلحة اللي بتدافع عن حالة وش بقية الولايات الجيش هو جيش وطني والسياسة الخارجية سياسة وطنية وطبع العملة والسياسة المالية العامة فيه سياسات مالية لكل ولاية ولكن تخطع للسياسة المالية العامة هؤلثة قضايا بيبقوا عند الدولة المركزية اللي بيطرح الفدرالية بلبنان منطلق من وين منطلق انه فيه عنها طوايف وهو الطوايف ليكفوا شر عن بعض خلي كل واحد بما انه الحرب الاهلية افرزت هالطواقف ضمن مناطق جغرافية صافية كل واحد يحكم منطقته يحط قوانينه على جماعته بيكلفهم ضريبيا لجماعته واذا ما عملوا الخدمات جماعته يقوموا عليها منقلوا بالصراع لجوات الطايف هلأ لاش هيدا الشي نبلش به هالنقطة ما انه كتير دقيق لانه نحنا باللبنان اصلا الصلاحيات مع غياب الدولة المركزية بشكل مطلق نحنا بشبه الفدرالية اصلا والدليل انه هالسلطة المركزية اللي عنا همقصن بالطول ففي مثلا المسيحي بياخدوا الوزراء المسيحي بياخدوا النواب المسيحي بعينه بالادارة الموظفين المسيحيين بعينه بالقضاء القضاة المسيحيين وتنسحب هالوليقات السيئسية للأحزاب نفسها مع بعض التداخل بعائلات محلية وصولا من المحافظ للقائم مقام للبلدية للمختار طيب اذا اخذنا انه المناطق الجغرافية بلبنان هي اصلا نتيجة الحرب اغلبة اذا نوسع البكار شوية اذا نخطع المناطق لأ في كتير بعض مناطق متداخلة ولكن بالغالب يعني صفوا بعض صار في مناطق مسيحية بنسميها مناطق سنية ومناطق شعية اذا انت مكون له بنية ادارية تاب على الزعيم هو يعين كلهم وصولا للبلدية مش هو فعليا ضمن مناطقه عم بيحكم مش المؤسستية ولكن بالصورة الواقعية طيب شو بيغير على هيدا الواقع انه انا اعطيه كمان مؤسسات لهيدا الزعيم وحصل له منطقته بحدود الى بعض قانوني بالقانون انه ولاية غير انه يستعملها متراس تيكمل صراعه الطائف مع بقية الطوايف لياخد شرعية محلية لانه اليوم وقت مثلا وليد جملاط جعجع يسب وليد جملاط بيكونوا عبيخ مبعض لانه ما هني اصلا ما حدا يدعى انه بدي ياخد جمهور وطني وبيهم الجمهور الدرزي واذا بهم جمهور المسيحة بقى اذا بيسب هيدا هيدا بيشد عصب الدروز عنده وبيشد عصب خصم اللي سبه لانه سبه مجرد مسبه طيب هال وكانت كل طايف طلقت منطقة جرب طلقت بور لتفوت البداعة وتطلع جرب تعمل مطار لكن بيبقوا عسكريين يعني طبعا بس هيدا كان بزري لدي يصير هيدا مقر لمطار لهيد دويل ومؤسسات خاصة بايد الميليشيا لتعمل خدمات لتاخد خوات لتأمن اموال للمسلحين لتطببهم ليش لهون بدنا نوصل وقت نحكي عن الفيدرالية بلبنان بوقت وقت نحكي عن الفيدرالية ببلد تاني بالعالم ما نوصل لهون بكل بساطة لانه كل بلد بالعالم الفيدرالية هي نموذج يحتزى به لانه في بلدان الفيدرالية كمان سيئة باحواله واستقراره السياسي بيكون في دولة مركزية قوية للغاية تحت بتسمح لنوع من توزيع الصلاحيات والوظائف على ولايات لانه مثل ما صار هلأ بمظاهرات اللي عرفت بلايك لايفز ماتر وتصار في مشاكل ببعض الولايات والمعام بعمل أنا عمين الحق وعمين مش الحق عم منطق الفيدرالية والدولة كيف تشتغل وتأجت بعض الولايات لاقتها الدولة المركزية تحديدا ترامب عن حسن ظن امسوق ظن انه ما عم بتقوم بوجبها لازم لضبط الامن قال ببعث القوات المسلحة وانا على المركزية على الحسن هي لا متنازع عليها وقال ولاية مثل كاليفورنيا بامريكا لاقتصاد هالولاي هو صراحة ناسة ترتيبها وين صار هلأ بس بآخر مرة شفتوا كانش رابع عما خمس اقتصاد بالعالم حطوها بين أول عشر اقتصادات دول بالعالم ولاية كاليفورنيا لحالة ليش بدها تبقى شو عندها مصلحة تبقى بدولة ستحملها أعباء لانقاذ ولايات أخرى ما عندها اي امكانيات اقتصادية مثل نورث داكوتا والساوث داكوتا وغيرها من الولايات لانا الدولة المركزية شو بتعمل تخلق محفزات للاستثمار بولايات هي بتقررة وبتخلق محفزات بدعم قطاعات هي بتقررة من خلال تأمين المال يعني بتجي تران مؤسسة تران نقل عام بتعمل مركزة الأساسية بمحل بتقول أنا بشير عنكم الضرائب بنسب معينة أنا بعطيكم بعض المحفزات عشرة بتحطوا هيدا تران بنورث داكوتا مش بكاليفورنيا لان أنا علي يوزع الأعباء بين هالولايات هي بتصير توزع الفوائض والأعباء الدولة المركزية وما حدا في جدلة تب بلبنان ما راح نوصل لهون لأنه مش كتنا الأساسية اليوم أنه معنا دولة مركزية بيجي أنا بخلق إطار مؤسساتي للطواقف اللي هي سارقة من الدولة كل صلاحياتها ووظيفها تحصنة بمناطق جغرافية القانون بيعترف فيها وبس إن عندها شرعية كأنه شبه دولة أنا من يضل الفيدرالية إذا منخلق الدولة المركزية اللي بتقدر تفض النزاع في ثلاث صلاحيات فهو بتبقى عند الدولة المركزية ثلاث سياسات ثلاث وظائف السياسة الدفاعية والجيش السياسة الخارجية العلاقات مع الدول وطبع العملة والسياسة المالية نحنا بمشكلنا الوطني إذا ما نعتبر شو عنا شي مختلفين عليه وجوديا غير على هالثلاث قضايا عنا خلاف بالبلد على السياسة الدفاعية تحديد الصديق والعدو وكيفية المواجهة وحصرية السلاح ودور حزب الله صح طيب إذا عملنا في دلالية مهيد الصلاحية بفض هالنزاع بتبقى عند الدولة المركزية شو ما كانت الولايات رح يبقى الخلاف عنا اختلافات جوهرية بالسياسة الخارجية كمان من العدو من الصديق ومن هم الخصوم والأصدقاء إيران تركيا السعودية السورية على الصعيد الأبعد الصين روسية أمريكا الحياد عدم إمكانية الحياد وغيرها من الملفات اللي هون ما بتحلها الفيدرالية هتبقى عند الدولة المركزية هاي الصلاحية بتبقى عند الدولة المركزية مش أنه كل ولاية بتفتحها حسابها بتروح بتعمل علاقة مع دولة هاي بيكون تقسيم صارت الدولة قائمة بذاتها عندها سياسة الخارجية وجيشة وماليتها وعملتها إذن هاي تاني الشغلة وتالت شغلة أزمتنا الاقتصادية والمالية وعملتنا اللي عم تتداعى بتبقى عاملة موحدة وتبقى سياسة مالية عامة موحدة بموضوع الضرائب والتكليف الضريب بيختلف لا يكون في ميزانية لكل ولاية بيكون في ضرائب إضافية ضرائب غير الضرائب الوطنية الضرائب محلية للتنمية المحلية إذن معنا دولة مركزية تقدر تحصن الفيدرالية لتخليها مجموعة وثلاث قضايا الأساسية بيبقوا عند الدولة المركزية الخلافية بالبلد ما بعرف بشو معقول تكون مفيدة الفيدرالية إلا إذا واحد بيعتبر إنه فيها الطوايف وقضاياهم الثقافية المختلفين عليها بتنحل ولكن أولا ما في عنا هالخلافات الثقافية قد ما الناس تدعي فيه كتير بالمجتمع وبأي مجتمع فيه كتير ولكن المشهد السياسي اللبناني لا يعكس هالنوع من الصراعات ما في صراع على دين الدولة ما حدا عم يطرح هالنوع من الصراعات حتى حزب الله اللي هو حزب إسلامي بعقيدة إسلامية بيسعي لدولة إسلامية ولو نظريا لأنه شغال بدولة الطائف منيح يعني يعني عنده حصة طائفية وقبلان بحصص البقاء وبالتوزيع على اللي نعرفها ولا مرة هذا الحزب ولا أي حزب آخر بالبلد فات على المجلس النيابي وقدم أي تشريع أي اقتراح لتعديل بشرعية السلطة مصدر شرعية السلطة أنه بده القرآن ولا دين المسيحي الكنيسي ولا غيره يكونوا مصادر للتشريع بأي من التشريعات في خلافات كثيرة بين أحزاب ولكن هذا الشيء بعد ما وصل لمحل واحد يجي يقول شرعية الدولة حدا عم يجي يقول أنه بده يغير طبيعتها طيب بالقضايا اللي هي تتعلق شوي بالقضايا هي ثقافية أيضا ولكن هيك طابعة هوياتي يعني الهويات الحجاب وعدم لبس الحجاب شرب الكحول ولا عدم شرب الكحول أعلم شو بعد فيه أمور من هالنوع من الأضايا للأسف الشديد بواقع دولتنا نحن أصلا هيدا موجودة الفيدرالية اللي حدا عم بيسعال أو يحل هالنوع من الاختلافات موجودة نحن نعرف أنه ببعض المناطق بالشمال وبعض المناطق بالجنوب في مناطق هي طوعيا ما بتقدم كحول هذا حق لأنه ما عم بيمنع وحدا يبيع هن فيه قال ضيعة مساء بكلها من نفس العقيدة الدينية الفكرية إلى آخر ما حدا بيبعهم وحقهم بس في مناطق منعرف أنه يمنع فيها بيع الكحول مش بطريقة مباشرة ولكن بال اعتداء على الأماكن اللي بتبيعه كحول فمع الوقت للأسف كمان أقول في بعض المناطق صارتك مصفة ما فيها كحول فإذا هو مع الأسف أنا عندي بس اللي عم بيطلب فدرالية هيدا الشي عمل هون بمناطق تاني لا في مناطق سهر وكحول وحياة عادي يعني الالكول جزء أساسي من حياتنا يعني كل واحد عيش بتلتة رباعة على البلد حتى في مخالفات لك دستور حتى بعتقد بالدولة الفدرالية ما بتصير ولكن عاملنا بتشبه أكتر من نوع التقسيم الإرادة اللي هو إنه بيتفقوا بالحدد إنه مع أحزاب شعية أنا أنا عارف إنه بيرضى حسب الله إنه ما في حدا من غير الطيفة المسيحية بيقدر يشتري أرض وإذا حدا يشتري أرض ما بيسجله رئيس بلدية يا مخالفة للدستور لأنه وحدة الأراضي اللبنانية وصلاحية الدولة هي على صديت عليها كلها وصلاحية الدولة بالتشريع كله في مخالفات دستورية بسي عم بتصير طب إذا هو كلهم محلتها الفدرالية اللي واضح إنه موجودين أنا قصد بشكل فيدرالي بالبلد لأنه الدولة المركزية مفروض تمنعها ما عم تمنعها لأنه ما في دولة مركزية بشو بتقدر تحل إذا بالتلات قضايا اللي ذكرنيها الفدرالية أنا برأي ولا شي لعننا دولة مركزية تضمنها لعننا اتفاق على الثلاث أمور الأساسية اللي رح تبقى عند الدولة المركزية بحالة الفدرالية ولا عنا ابتعاد كيفي أصلا عن شكل الممارس الفدرالية غير جغرافية فدرالية طواقفية محتلة الإدارة وصولا لآخر مركز بآخر مختار بآخر بلدية من دون دولة مركزية تفض النزاع بين هالطواف وترجع ترجع رفعة القانون فوق رؤوس زعماء السياسيين وغيرهم من الناس اللي فوق الأنون أنا برأي فدرالية وطرح الفدرالية هو هروب من المشكل وعلا عم بقر انه خيفي هول كهينات الطائفية مش قادر نعمل معهم شي استسلام لهيدا المشكل بيجي واع بقول تتعرف شو هين كل واحد يلقى منطقته ونوزع صلاحيات بطريقة نخفف مشاكل بينياتهم علما انه مش هاك اللي رح يصير أنا برأي هروب من معالجة الإشكال الأساسي باللبنان اللي هو غياب دولة المركزية اللي هون علينا واجب إعادة تحصينا بوظيفة وصلاحيات القانونية وقدرات بفرض القانون على أكبر مخب البلد في حال وقر هالقانون أما في حال هذا خالفه متأقرينا وسبتنا هالدولة المركزية ساعتها فينا نحكي بفيدرالية فينا نحكي بأشكال مختلفة من أشكال التنظيم السياسي من دون اشكاليات صعبة على إيه بالتنفيذ فينا نختلف زمنيحة ولا لا بس بصير تتنفذ في دولة مركزية في دولة نحنا ما في دولة 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 لا مركزية دولة الفيدرالية هي دولة فيدرالية نحنا عنا مشكل بالكلمة الأولى دولة